اهلا بكم بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيى قداسة البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال بعد ان اصبحت اوكرانيا شهيدة للحرب المروعة التي تعصف بها وتودي الى قتل الاطفال والابرياء والمدنيين فقد صلينا الى مريم العذراء لاجل ايقاف العدوان المدمر قبل ان يحول المدنة الى مقابر وتابع قداسته يقول باسم الله اصغوا لصراخ المتألمين واوقفوا القصف والهجمات ركزوا بشكل حقيقي وحاسم على المفاوضات وعلى ممرات انسانية امنة باسم الله اسألكم اوقفوا هذه المذبحة